مشاهدينا و إلى مجمع اللغة العربية بالشارقة حيث أعلن مركز اللسان العربية عن انطلاق دورته التاسعة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والتي تستهدف طلابا من جنسيات متعددة حول الدورة التاسعة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يسعدنا أن راحب معنا في الستيديو تسنيم بدرجاني مدرس لغوي في مركز اللسان العربي حياة شارل الأستاذة الله حييك بداية أستاذة لو تعرفين أكثر عن هذه الدورة هذه تعتبر الدورة التاسعة لمركز اللسان العربي تحت مضلة مجمع اللغة العربية بالشارقة نركز فيها على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحديد نعم جميل ما هو عدد الجنسيات المشاركة في هذه الدورة؟ جنسيات متعددة عندك الجنسية الهندية الباكستانية الفلبينية الأمريكية ومختلف الجنسيات ما شاء الله نعم وكم يصل عددهم تقريبا؟ حوالي 25 طالبا في هذه الدفعة جميل وإذا تحدثنا على الجنسيات الأكثر ترددها للمركز أو حبا في تعلم اللغة العربية ما هي الجنسية؟ بالصراحة كل دفعة نحصل جنسيات مختلفة ومتنوعة حتى في سنة 2020 كانت لدينا دفعة كاملة من الجنسية الكورية من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كل دفع نحصل جنسيات يديدة نعم جميل لو تحدثنا عن أعدادهم في هذه الدورة كم عدد المنتسبين في هذه الدورة؟ في هذه الدورة فقط 25 جميع الدورات حتى الآن أكثر من 150 منتسب نعم جميل وما الجديد في هذه الدورة؟ ما الذي يختلف عن السنوات السابقة؟ في هذه الدفعة قمنا بقيم فصلين عن بعد وحضوري بسبب ظروف جائحة كورونا طبعا الذي مر به العالم ركزنا فقط عن بعد ولكن الآن رحبنا مرة أخرى بالطلاب الجدد للدراسة الحضورية نعم كم عدد ساعات الدورة هذه؟ وهل هناك مثلا جدول تقومون بعمله خلال هذه الدورة؟ فترة ثلاثة شهور ممكن نقول أو ستة شهور؟ هو غالبا تكون الدورة من شهر إلى شهرين جميل من 45 ساعة إلى 50 ساعة أحيانا في بعض الدورات السابقة كنا نقوم برحلات إلى منارات الشارقة الثقافية للطلاب لتعريفهم عن الثقافة الشارقة والثقافة الإماراتية بشكل عام نعم جميل هل هناك مراحل لهذه الدورة؟ أكيد أكيد لدينا ثلاث مراحل المرحلة الأولى نركز فيها على النطق والكتابة كتابة الحرف فقط في المستوى الثاني يتمكن الطالب من تكوين جملة لكي يستطيع التحاور مع الطرف الآخر في المستوى الثالث يكون أكثر قمقا في القواعد والنحو نعم إذن هناك أساليب مختلفة وتحديات كبيرة في حب اللغة العربية وفي حب تعلم اللغة العربية ما هي الأساليب الأخرى المتابعة خلال هذه الدورة؟ عندنا طبعا أساليب عندنا الأدوات الذكية الصبورة الذكية البرامج الإلكترونية الجديدة عندنا طبعا الكثير الكثير كل مرة سبحان الله قاعدين نتطور ونتطور الحمد لله جميل لو تحدثنا عن تجربتك كيف هي التجربة في تعليم اللغة العربية؟ شخصيا أشوفها تجربة سامية تجربة جميلة مع أنها ليست سهلة لكنها جميلة وسامية وأمانة أن أنا قاعدة أقدم معلومة للطالب أكون متأكدة منها 100% نعم هل هناك تحديات توجهت خلال هذه الفترة أو خلال تقديمك للدورة؟ أكيد أكيد بعض الطلاب تضطر أنك تتأكد أنهم متمكنين من المستوى الأول أو الثاني عشان يستطيعون أن ينتقلون للمستوى اللي بعده هذا أهم نقطة نعم لو تحدثنا عن المركز كيف يمكن لهذا المركز أن يخدم واقع اللغة العربية؟ هو طبعا المركز تحت مضلة مجمع اللغة العربية بالشارقة وهو مكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويبارك بعمره هو الدورة مجانية حق الأجانب نعم نحن نعلم اللغة العربية وبالتالي لما يتعلم الأجنبي اللغة العربية سيتمكن من التواصل في المجتمع الإماراتي في المجتمع العربي بشكل عام وبالتالي أنا هنا قاعد أنقل الثقافة الثقافة الإماراتية والثقافة العربية كذلك نعم إذن المركز تسهم في دمج الجاليات الأجنبية مع مجتمع دولة الإمارات هل هناك تجربة مميزة لدى أحد المتدربين أو الطلاب؟ والله هاين تجارب بس حاليا لما يخدم نعم يعني ذكر لكم موقف مثلا أو صار معه موقف واستفاد مثلا من تعلمه للغة العربية هو الكثير من الطلاب سبحان الله خاصة الأجانب بعضهم مثلا يكونون مقيمين ولكن ينتقلون إلى دول أخرى يطلبون مننا أن نقترح لهم كتب عشان يكملون دراسة اللغة العربية جميل نعم وما هي الكتب المختارة براية شخصي؟ على حسب مستوى إذا كان من طلاب المستوى الأول نقترح لكتب الكتابة كيفية كتابة الحرف إذا كان شوي مستوى أعلى يكون تكوين جملة نطق الجملة بشكل صحيح وما إلى ذلك نعم جميل ما الذي يدفعهم لتعلم اللغة العربية؟ ممكن متطلب للحصول على عمل ممكن نقول أو متطلب مثلا أو هواية مثلا براية شخصي في المركز في مركز اللسان العربي ما الذي يدفعهم لتعلم؟ مثل ما قلت أول شيء بعضهم ممكن للحصول على عمل بعضهم عاملين ولكن حابينهم يتواصلون مع زملاء في العمل في نفس البيئة العمل كذلك بعضهم حابين أن يتعلمون قراءة اللغة العربية منهم مثلا الخاصة للمسلمين حابين معرفة شوني قروني يعني القرآن الكريم نعم أو بعد دخوله للإسلام ممكن نعم في بعضهم دخلوا الإسلام بعد الدورة نعم وحب أن يتعلم اللغة العربية نعم جميل هل هناك جهات استفادت من دورات اللغوية التي تقدمونها في المركز سابقا؟ أكيد أولهم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون قمنا بدورة خاصة لهم وكذلك أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في الدفعات السابقة قمنا بعمل دورات مخصصة ومكثفة للموظفين لديهم نعم برأيك الشخصية أو خلال مسيرتك في تعليم اللغة العربية ما هي الصعوبات التي تواجه المتعلم أو الطالب في مراكز التدريب؟ صعوبة الطالب ما فيه شيء صعب بالنسبة له بس أن اللغة العربية بالنسبة لهم أحيانا تكون صعبة خاصة نطق الأحرف عندك مثلا حرف الحاء نحن عندنا حاء وهاء ما بس يعرفون هاء ما يعرفون حاء أو مثلا حرف العين ما عندهم عين عندهم بس ألف أفن الأي أ ما عندهم عين فلما خاصة في كلمات تكون هالحرفين مع بعض شوي يكون صعب نطقها بس مع التكرار مع التكرار الحمد لله يتمكن اللون نعم وهل يتم التدريب فقط على النطق أم على كتابة الحرفين؟ لا لا هذا في المستوى الأول نطق وكتابة الحرف فقط بس المستوى الثاني والثالث لا طبعا يكون بشكل أعمق نعم وينقطعون الطلاب ولا تكون هناك استمرارية ويحبون أن يتعلمون أكثر لا والله يحبون ويتم يعني التواصل بينهم سواء هاتفيا أو بالبريد الإلكتروني نعم جميل هل هناك طرق أخرى مثلا ربما يعني الاشتراك في مثل هذه الدورة إذا لم يستطع مثلا أطالب حضور المركز للتعلم ممكن أن نصح التعبير عن بعد نعم بالضبط لدينا بعض الدورات عن بعد ولكن مثل ما قلت لك حاليا هدفها احنا ضفنا الدراسة الحضورية خاصة لأن تعليم اللغة يتطلب الحضور خاصة عشان النطق والتعبير يكون واضح فبس عن بعد حتى الآن لدينا عن بعد نعم لو نتحدث عن تفاصيل الدورة هذه في المرحلة الأولى ما هي محاورها؟ عندك النطق الأحرف من الألف إلى الياء مع التشكيل الفتحة والضمة والكسرة عندك مع المد مد الألف مد الواو مد الياء كذلك كتابة الحرف ومعرفة عندك مثلا اللغة الإنجليزية الأحرف ما تلتصق ببعض بس باللغة العربية تضطر أنك بعض الأحرف الأحرف الصديقة مثلا تضطر أنك تلتصقها بين حرفين أو تلتصق حرفين ببعض صحيح نعلمه هذه الطريقة أن الحرف ممكن يتغير طريقة كتابته على حسب الحرف اللي بعده واللي قبله نعم وماذا عن المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية عفوا يكونون جملة مثلا صباح الخير كيف الحال كيف كان يومك الطقس اليوم بارد يومي كان مرهقا اليوم مثلا وما إلا ذلك نعم يعني يتم تعليمهم على فترات معينة وعلى مراحل أكيد أكيد هل هناك مرحلة صعبة تكون على الطالب؟ ما في مراحل صعبة بس يحتاجون إلى الاستمرارية والتكرار هذا أهم شيء نعم وما هي رؤية المركز خلال السنوات القادمة إن شاء الله طبعا المركز يعتبر تحت مضلة مجمع اللغة العربية بالشارقة مثل ما قلت المجمع لديه كثير من المشاريع حاليا مثل المعجم التاريخي للغة العربية مجلة المجمع ستصدر إن شاء الله بعد العيد كذلك لدينا كذلك المجلس اللغوي فهذه كلها تحت المجمع رأية المركز نفسها أن تكثف من التعليم وزيد طبعا أعداد الطلاب لديها نعم هل هناك فعاليات في الصيف ربما قادمة قريبا لو نعرف سادة المشاهدين اللي يتابعونا يعني ربما يشتركون بهذه الدورات والفعاليات الفعاليات نكلها حاليا يعني راح تكون فعاليات أول بأول راح نظهرها إن شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي لأن حاليا يعني بس جميل وسائل التواصل الفعاليات يعني راح تظهر كل الفعاليات في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بمجمع اللغة العربية صحيح؟ بالضبط بالضبط مجمع اللغة العربية للشارقة على جميع الوسائل الاجتماعي إن شاء الله هل يتم تعريف الطلاب بالمعجم التاريخي للغة العربية؟ نعم نعم يتم تعريفا في طريقة العمل عليه وشنه راح يفيد ومنه راح يفيد نعم لأنه هو مصدر ربما يرجع الطلاب لهذا المصدر اللي مثلا مراجعة كلمة معينة أم مثلا مراجعة مصدر كبير وعظيم الصراحة نعم نعم الأستاذة تسنين بدرجاني مدرس لغوي في مركز اللسان العربي بالتوفيق وشاكرين للشاهد تواجد وشكرا على هذه المواد القيمة اشتركوا في القناة